أعلن حزب الله اللبناني شنه وجوما مركبا بيصواريخ الموجهة والمسيرات والمسيرات الانقضاضية على مقر قيادة سرية الاستطلاع الاسكري المستحدث في بلدة عرب العرمشة قرب الحدود مع لبنان وأشار حزب الله في بيانه لتحقيق إصابة مباشرة جراء الوجوم مؤكدا تسجيل قتلى وجرح بدورها أفضت وسائل أعلام عبرية الأربعاء بارتفاع عدد المصابين جراء القصف على بلدة عرب العرمشة إلى 14 بينهم 4 في حالة خطيرة مضيفا أن جيش الاحتلال دفع بمروحية لإجلاء المصابين من المنطقة